قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكيلي الجمعة العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود لكن دون عبور للحدود وعلى الرغم من أن جانكيلي قال أن القوات التركية لم تعبر إلى عفرين قالت صحف تركية أن عشرين حافلة تقل عناصر مسلحة عبرت الجمعة من تركيا إلى منطقة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا إلى الشرق من عفرين ومن شأن العمل العسكري المباشر في منطقة تديرها وحدات حماية الشعب فتح جبهة جديدة في الحرب الدائرة في سوريا وزيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة في وقت وصلت فيه العلاقة بين واشنطن وأنقرة إلى نقطة حارجة بدوره قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مثل تلك الخطوات ستقوض الاستقرار الإقليمي ولن تساعد في حماية أمن الحدود التركية وأضاف المسؤول للصحفيين لا نعتقد أن عملية عسكرية تخدم الاستقرار الإقليمي أو استقرار سوريا أو حتى مخاوف تركيا بشأن أمن حدودها مشددا على أن معلوماته عن الخطوات العسكرية التركية محدودة لافتا إن تلك النوعية من التهديدات أو الأنشطة التي تشير إليها تلك التقارير المبدئية لا نعتقد أنها تفيد أي من تلك القضايا إنها مزعزعة للاستقرار الخارجية الأمريكية كانت قد دعت تركيا إلى التركيز على قتال إرهابه داعش وعدم القيام بعمل عسكري في عفرين من جهتها قالت وحدات حماية الشعب في بيان إنها مستعدة لمواجهة القوات التركية وما تسمى بفصائل المعارضة الذي وصفت عناصرها بالإرهابيين وإنها ستقضي عليهم في عفرين فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن تقارير إعلامية عن انسحاب وحدات عسكرية روسية من منطقة عفرين تم نفيها دون أن يحدد الجهة التي نفتها ترجمة نانسي قنقر